أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء أن الصوت الوطني الجامع هو الذي ينبغي أن يصقى له أما أصوات التفرقة وتأجيج الفتن فلن تجد لها آذانا تسمعها في مجتمع واع ومتحضر كالمجتمع البحريني ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لدى استقبال سموه لعدد من أفراد العائلة الملكة الكريمة بما يمتلكه شعب البحرين من حس وطني ووعي جعله على مر التاريخ عصيا على مؤامرات التفرقة والتحزب لافتا سموه إلى أن شعب البحرين عائلة واحدة يستظل بها كافة المواطنين بكافة أطيافهم وتطرق صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع الحضور إلى عدد من الموضوعات تتصل بالتطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية والجهود المبذولة لتخفيف أثارها على الاقتصاد الوطني حيث شدد سموه بأن الإدارة الاقتصادية الناجحة هي التي تستقرؤ المستقبل ومتطلبات المرحلة وتخلق أجواء اقتصادية دينماكية تنتصر على الرتابة التي تفرضها هذه التطورات على النشاط الاقتصادي واستعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع الحضور إلى المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية حيث أكد سموه على ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتبني المبادرات التي تضمن أمن المنطقة واستقرارها وأكدا سموه بأن المنطقة لم تعد تحتمل صراعات جديدة ويكفيها ما مرت به من أحداث أثرت على تنميتها وتطورها اشتركوا في القناة